مساء الخير عزيزي المشاهدين أحب اليوم موجه رسالة إلى أخواني وخواتي الشيعة أحبي أخواني وخواتي أن أقرأ معكم من كتاب شيعي اسمه غاية المرام للسيد هاشم البحراني شوفوا أقرأ من الجزء الأول والصفحة 37 أعيد المصدر غاية المرام للسيد هاشم البحراني الجزء الأول والصفحة 37 مكتوب عن الإمام العالم موسى بن جحفر الكاظم قال أن الله تبارك وتعالى خلق نور محمد من نور اختراعه من نور عظمته وجلاله وهو نور اللاهوتية الذي تبدى إله وتجلى لموسى في طور سيناء فما استقر له ولا أطاق موسى لرؤيته ولا ثبت له حتى خر صعقا مخشيا عليه وكان ذلك النور محمد فلما أراد أن يخلق محمدا منه قسم ذلك النور شطرين فخلق من الشطر الأول محمدا ومن الشطر الآخر علي بن أبي طالب ولم يخلق من ذلك النور غيرهما خلقهما الله بيده ونفخ فيهما بنفسه لنفسه وصورهما على صورتهما وجعلهما أمناء له وشهداء على خلقه وخلفاء على خلقته وعينا له عليهم ولسانا له إليهم قد استودع فيهما علمه وعلمهما البيان واستطلعهما على غيبه وجعل أحدهما نفسه والآخر روحه ولا يقوم أحدهما بغير صاحبي ظاهرهما بشرية وباطنهما لهتية أعيد ظاهرهما بشرية وباطنهما لهتية أريدكم يا أخواني أنه تفكرون بهذا الكلام الإمام جعفر الصادق يقول أن محمد وعلي ظاهرهما بشري وباطنهما لهتية أي هم يختلفون عن جميع البشر لأن الجميع من الظاهر لهم ظاهرة بشرية ومن داخل هم أيضا بشر لكن محمد وعلي هم من الظاهر بشر لكن من الداخل الباطن هم لهتية القاعدة التي تعودكم أنه أي حديث يقاوم القرآن أو أي كلام يقاوم القرآن لا يأخذ به لا يأخذ به هسا أريد أقرأ بكم الآية من القرآن الآية الأولى من سورة الكعف والآية 110 سورة الكعف 110 أريد أقارن كلام الإمام بالكلام المكتوب بالقرآن أقارن كلام الإمام بالكلام المكتوب بالقرآن شي يقول آتي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربه أحدا هاي طبعا سورة الكعف الآية 110 أريد أقرأكم أيضا من سورة فصلة والآية رقم 6 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وإنهم للمشركين شوفوا أحبائي إخواني وخاتي طيب إذا محمد ناند يقول إنه أنا بشر مثلكم أنا بشر مثلكم فعندك حلين يا أما محمد ما كان يعرف منه هو والإمام يعرف منه محمد أكثر من محمد نفسه أو شهادة الإمام المعصوم عندكم كاذبة أو شهادة المعصوم كاذبة أتمنى يا إخواني وعزائي من كل عمق قلبي إنه تفكرون بهذا التناقض هذا مو تناقض عظيم بين القرآن والكلام اللي موجود في كتبكم ألا هذا يدل على إنه أكو مأساة عظيمة جدا في العقيدة الشيعية أتمنى من كل عمق قلبي إخواني وخواتي إن نخرج من هذه الخرافات لا أكو شيء اسمه معصوم ولا أكو شيء اسمه إنه محمد وعلي من الباطن من الظاهر بشر ومن الباطن هم لهوتين أعباد أكبر وهم وأتمنى من كل عمق قلبي إنه نخرج عن هذه الخرافات لأنه يا عزائي بكل محبة أريد أقولكم نفس الشياطين اللي أخذوا محمد وعلي إلى نار جهنم يريدون أن يأخذوكم أنتوا همين يا نار جهنم هذا كل كلام وهم في وهم مكتوب في الإنجيل ليس إنسان صالح لا ولا واحد جميعاً جميعهم أخطأوا وأعوزهم مجد الله جميعهم أخطأوا وأعوزهم مجد الله أتمنى من كل عمق قلبي إنه نصدق بكلمة يسوع المسيح اللي هو ملك الملوك رب الأرباب اللي أتى ونزل لكي يغفر خطايانا ويطهرنا من كل إثم ويعطينا حياة أبدية يعطينا حياة أبدية يمطيتكم بكل بساطة بكل بساطة قرأت القرآن بما قاله الإمام محمد يقول إنما أنا بشر مثلكم إنما أنا بشر مثلكم والإمام يقول لا محمد نظاهر بشري ومن الباطل اللهتي من الباطل اللهتي ويكبره من يقول إنه واحد منهم روح الله والآخر هو نفس الله طيب سؤال وين مكتب القرآن إنه محمد وروح الله وين مكتب القرآن إنه علي ورسول الله هبائي هذا كل خرافات كل عبارة عن خرافات إنه مخترعة من قبل الشيطان وأعوان الشيطان لكي يخدعوا الناس ويحطموا الناس ويأخذوهم معهم إلى جهنم مكتب عنا بالإنجيل أن الشيطان يخدع جميع العالم الشيطان يخدع جميع العالم فالنصحة من هذه الخدعة لا أكو شيء اسمه معصوم ولا أكو شيء اسمه إنه من الظاهر بشري والداخل اللهوتي محمد عليهم ناس خطات وللأسف للأسف قبلوا يصدقون الكذب فأتمنى من كل أخواني إنه يصحون من هالخرافات من هالكذب وإنه يؤمنون بالإله الحقيقي الوحيد اللي يحبنا وأرسل يسوع المسيح لكي يخلصنا من كل إثم ويطهر ضميرنا ويطهر قلوبنا ويعطينا حياة أبدية ويعطينا نور أبدي يسوع المسيح يقول أنا هو الطريق والحق والحياة لا أحد يأتي إلى الله الآب إلا بي ويسوع المسيح يقول أيضا أنا هو القيامة والحياة كل من آمن بي وإن مات فسيحيا وما آمن بي وما زال حيا فلن يموت إلى الأبد مرة ثانية أخواني أخواتي الشيعة أترجاكم من كل عمى قلبي خل نخرج من هالخرافات إنما أنا بشر مثلكم إنما أنا بشرا مثلكم حتى القرآن نفسه يقاوم كلام المحصوب أعتقد أنه رسالتي واضحة رسالتي واضحة خل نخرج منها الوهم خل نخرج من الخرافات نخرج من الظلام وننتقل للنور ونصدق الحقي يسوع المسيح يقول وتعرفون الحق والحق يحرركم وإن حرركم الأبن فبالحقيقة أنتم أحرار أتمنى من كل مقلمي أخواني أخواتي الشيعة أن تفكروا في كلامي وأن تتوبوا مكتوب توبوا وليغطس كل واحد منكم في اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا وسوف تنالوا لعطية الروح القدس توبوا وصدقوا بيسوع المسيح ربا ومخلصا على حياتكم تحياتي